دولياً وجهت السلطات الأمريكية سبع تهم قتل من الدرجة الأولى للرجل المتهم بفتح النار من فوق سطح مبنى على حشد كان يشاهد عرضاً بمناسبة يوم الاستقلال بالقرب من شيكاغو وقال إيريك راينهارد مدعي ولاية إيلينوي لدى إعلانه عن التهم في مؤتمر صحفي إن المشتبه به البالغ من العمر 21 عاماً سيواجه في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة دون إمكان الإفراج المشروط عنه وقال المدعي العام إن التهم من الدرجة الأولى تبعتها عشرات التهم الإضافية قبل انتهاء التحقيق وإنه سيطلب أن يظل كريم محتجزاً دون الإفراج عنه بكفالة في أول موتور للمتهم أمام المحكمة اليوم الأربعاء